في روما بقصر سفير فرنسي غاليلو يصغي إلى الراهب الشاب الذي بلغه بعد جلسة الكلية الرومانية كلمة الفلكي البابوي الحوار يدور بين غاليلو والراهب الشاب هيا تكلم الثوب الذي تلبسه يخول لك أن تقول أي شيء درست الرياضيات يا سيد غاليلو سيكون هذا أمرا حسنا لو أن هذا دعاك إلى الإقرار بأن 2 زاد 2 تساوي أحيانا أربعة يا سيد غاليلو منذ ثلاثي ليهل وأنا لا أستطيع النوم ذلك أني لما أستطع التوفيق بين القرار الذي قرأته وبين توابع المشتر التي شاهدتها لذلك قررت اليوم أن أتلو قداسي ثم أجئ إليك لتقول لي أن المشتري ليست له توابع كلا لقد اقتنعت بالأسباب الموجبة للقرار لقد كشف لي الأخطار التي تتعرض لها الإنسانية من جراء البحث المنطلق بغير قيود وقد قررت أن أترك علم الفلك لكني حرصت على أن أحرض عليك الدواعي التي يمكن أن تحمل حتى الفلكية نفسه على التأخلي عن إتمام بناء النظرية التي تعرفها أعتقد أن في وسعي القول بأن هذه الدواعي معروفة لدي أنا أقدر شعورك المرير أن تتفكر في تلك الوسائل الاستثنائية التي تملكها الكنيسة لا تفزع من النطق بالكلمة أدوات التعذيب لكنني أود أن أذكر دواعي أخرى واسمح لي يا غاليلو بأن أتحدث عن نفسي لقد نشأت في أسرة فلاحين في إقليب كامبانيا وهم قوم بسطاء جدا يعرفون كل ما يمكن معرفته عن أشجار الزيتون وفيما عدا هذا لا يكادون يعرفون شيئا والآن حين أشاهد دورات الزهراء يخيل إلي أن أهلي يجلسون في صحن الدار مع أختي وهم يشربون حساء بالجوب ومن فوقهم أرى ألواح السقفة التي سودها الدخان طوال مئات السنين وأرى تفاصيل أيديهم الهارمة التي شوهها العمل والملفقة بين أصابعهم ليست حياتهم بالسعيدة لكن في ثنايا شقائهم نفسه ثم مبدأ للنظام هناك أدوار مختلفة دور للتنظيف الكبير ودور للمواسم في مزارع الزيتون ثم دور دفع الضرائب وثم انتظام في كل هذه المصائب التي تنقض عليهم وإذا كان ظهر أبي ينحني فلا يتم هذا دفع واحدة بل بالتدريج مع كل ربيع يقضيه في مزارع الزيتون كما أن الولادات التي تقلل شيئا فشيئا من أنوثة أمه تتم في فترات محددة والقدرة على جر السلال على طول الطريق الحافل بالحصباء والقدرة على إنجاب الأولاد بل والقدرة على الأكل هما يستمدانها من الشعور بالدوام والضرورة هذا الشعور الذي يولده في نفسيهما منظر الشمس ومنظر الأشجار التي تخضر في كل عام والكنيسة الصغيرة وآيات الكتاب المقدس التي يستمعون إليها في أيام الآحات لقد تلقوا توكيدا بأن الرب ينظر إليهم نظرة متسائلة شبه قلقة وبأن مسرح هذا العالم قد نظم من حولهم حتى يستطيعوا وهم الممثلون أن يبرهنوا على أدائهم لأدوارهم صغيرة كانت أو كبيرة فماذا عسى أن يقول أهلي لو سمعوني أقول لهم إنهم يعيشون على حصات صغيرة تدور باستمرار في الفضاء وتدور حول نجم آخر حصات بين حصا عديدة حصات لا أهمية كبيرة لها فيما يعملون إذن وفيما يتحلون بكل هذا الصبر وفيما يتعلقون كل هذا التعلق بشقائهم وهم الفائدة بعد في الكتاب المقدس الذي فسر كل شيء وبرر كل شيء على أنه ضروري العرق والصبر والجوع والخضوع بينما اليوم يكتشف فيه الكثير من الأخطاء كلا كلا يخيل إلي أني أشاهد نظرتهم اللهيفة والملفقة تسقط على حجر الأرضية وأشاهد كيف يحسون بأنهم خدعوا وغرر بهم سيقولون وإذن لا أحد يرعانا أعلينا نحن أن نرعى أنفسنا ونحن جهالة عجائز مستهلكون ألا دور لنا غير دورنا البائس على هذه الأرض هذا الجرم السماوي الصغير جدا الذي لا يستقل بوجوده وليس محورا لشيء أليس هناك معنى إذن لشقائنا فالجوع سيكون فقط مجرد نتيجة لكوننا لم نأكل وليس امتحانا لقوتنا والمجهود سيكون مجرد نتيجة للانحناء وحمل الأثقال وليس مصدرا للفضائل والحسنات أتفهم الآن أتفهم الآن لماذا أقرأ في قرار المجمع المقدس شفقة سخية وإحسانا لا حد لا قال له الشفقة الإحسان لعلك تريد أن تقول لا شيء لهم كل الخمر قد شرب وشفاههم جفت إذن فليقبل ثوب رجل الدين لكن لماذا ليست هم شيء لهم ولماذا النظام في البلاد ليس شيئا آخر غير نظام الخزانة الفارغة والضرورة ليست إلا أن يقتل المرء نفسه في الشغل وكل هذا وسط بساتين كروم حافلة بالعناقيد على تخوم الحقول قمح وفير إن فلاحيكم في إقليم كمبانيا يدفعون ثمن الحروب التي يشنها خليفة يسوع الرقيق الوديع يشنها في إسبانيا وألمانيا لماذا يجعل من الأرض مركزة للكون كله من عجل أن يصبح عرش القديس بطرس على الأرض مركزة كل شيء النقطة الثانية هي المهمة أنت على حق ليس المهم هو الكواكب بل الفلاحون في كمبانيا ولا تحدثني بعد هذا عن جمال الأشياء التي ذهبتها وخضرتها السنون أتعرف كيف ينتج المحار اللؤلؤي لؤلؤته؟ إبان مرض يمكن أن يموت منه يدخل المحار في كرة من المخاط جسما غريبا يهيجه حب ترامل مثلا ويكاد يموت يكاد يموت في هذه العملية ومن رأيه أن يأفضل المحار السليم وتبله لؤلؤه إن الفضاء ليست مرتبطة بالشقاء يا صديقي لو كان أهلك يعيشون في رخاء ويسر لكان في وسعهم أن يمارسوا فضائل الرخاء واليسر إن فضائل المنهكين تنشأ من الأراضي المنهكة وهذا شيء لا أريده يا عزيزي مضخات الماء التي اخترعتها يمكن أن تحدث معجزات أفضل من عملهم الوضيع عمل المستعبد العمل الذي يتجاوز طاقة البشر تنهسلوا تكاثروا لأن الحقول بقيت عقيمة والحروب تقضي عليهم هل يجب علي أن أكذب على هؤلاء الناس؟ هل يجب علي أن أكذب عليهم؟ الراهب الشاب إنها أسباب عالية جدا تفرض علينا أن نسكت الطمأنينة الباطنة للذين يتألمون غاليلو هل تريد أن ترى ساعة من صنع تشيليني وضعها سائق الكاردينال هنا هذا الصباح؟ يا صديق العزيز إن السلطة تقدم إلي من أجل مكافأة على ترك أهلك الأعزاء في طمأنينة مثلا أقول إن السلطة تقدم إلي الخمر الذي حصده أهلك بعرق جبينهم جبينهم الذي خلق على صورة الرب كما هو معلوم لو وافقت على أن أسكت فسيكون ذلك لأسباب حقيرة خسيسة هي أن أعيش في سلام من دون اضطهاد من دون إلخ 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 الراهب الشاب يا سيد غاليلو أنا قسيس غاليلو وأنت أيضا عالم طبيعة تعال تعال انظر من النافذة أترى هناك برياب إله الخصب الصغير على شاطئ الينبوع بالقرب من شجرة الغار إله البساتين والطيور واللصوص هذا الجلف الفاجر الذي عمره أكبر من ألفين سنة إنه لم يقل مثل هذا القدر من الأكاذيب ليكون لا نتحدث عن هذا أنا أيضا ابن الكنيسة لكن هل تعرف اللوجية الثانية لهوراس؟ إنني أقرأها هذه الأيام فإنها تحدث شيئا من الاتزان إنه يجعل برياب إله الخصب هذا يتكلم وكانت امثالا صغيرا في حدائق الإسكولينو وهذا مطلعها جذع من شجر التين وخشب قليل الفائدة هكذا كنت حينما تساءل النجار هل يصنع برياب أو كرسي واختار أن يصنع الإله هل تعتقد أن هوراس كان سيوافق على هذا أن يمنع مثلا من الكرسي ويوضع في قصيدته مقعد كذلك يا سيدي كذلك يا سيدي سيجرح إحساسي بالجمال إذا حرمت الزهرة من أطوارها في تصوري للعالم إننا لن نستطيع أن نخترع ميكانيكا لدفعه وضخ الماء من الانهار إذا لم ندرس الميكانيكا الكبرى تلك التي تتجلى أمام عيوننا ميكانيكا الأجرام السماوية ومجموع زوايا المثلث لا يمكن أن يعدل تبعا لهوى وحاجات الكلية المقدسة ومدارات الأجرام التي تجول في الفضاء لا أستطيع أن أحسبها بطريقة توضح أيضا أشواط جري الساحرات على أياد المكانس الراهب الشاب أولا تظن أن الحقيقة إذا كانت هي الحقيقة ستفرد نفسها حتى من دوننا قال له لا 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 يفرد نفسه إلا جزء من الحقيقة التي نفرده نحن إن انتصار العقل هو انتصار الذين يفكرون إن فلاحيكم في كيمبانيا أنت تصفهم كما تصف الطحارب على سقوف أكواخهم هذا ما أنت عليه فمن تلذي سيخيل إليه أن مجموعة زوايا المثلث يمكن أن يتعارض وحاجات هؤلاء الناس حتى لو لم يتحركوا ولو لم يتعلموا كيف يفكرون فإن أروع أجهزة الري لن تفيدهم في شيء فليذهب إلى الشيطان صبر أهلك الإلهي لكن أين غضبهم الإلهي؟ الراهيب الشاب إنهم متعبون إنهم متعبون غاليلو هل أنت فيزيائي يا بني؟ خذ في هذا الكتاب عرفت الأسباب التي من أجلها يتحرك المحيط في المد والجزر لكن عليك أن لا تقرأ فهم؟ أوه هأنت ذا تقرأ إذن أنت فيزيائي تفاحة تسقط من شجرة المعرفة وها هو ذا يبتلعها لقد حكمها على نفسه بالهلاك الأبدي لكن الأمر أقوى منه وها هو ذا يبتلعه هذا المسكين ويخطير ببالي أن أقدر أنني لا أمانع من أن أحبس نفسي في كهف تحت الأرض بعشرات الأمتار في سجن لا ينفذ إليه النور لو تعلمت بهذا الثمن ما هو النور وأسوأ ما في الأمر أن ما أعرفه هو أقوى مني وعلي أن أقوله للآخرين مثل عاشق أو سكران أو جاسوس هذا فساد تام هذه الرذيلة ولا شيء غير هذا وهذا سينتهي نهاية سيئة كم من الوقت كم من الوقت سأقدر على إعلان ما أعرف وإذا كان في ذلك إذكاء النار التي ستحرقني تلك هي المسألة ترجمة نانسي قنقر